أصبة الثائرين وأصحاب الكهف وقبضة المهدي ثلاث ميليشيات جديدة بدأ يتم تداول أسمائها في الإعلام مؤخرا بعد تهديدها أو تبنيها لهجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في العرب لم تكن هذه الميليشيات معروفة من قبل لكنها ظهرت بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عاقب مقتل سليماني وابي مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في شهر كانون الثاني الماضي حيث تؤكد مصادر الاستخبارات في العراق أن جميع عناصر هذه الميليشيات الجديدة هم عناصر قادمون من الميليشيات المعروفة الموالية لإيران في العراق مثل ميليشيا حزب الله والعصائب والنجباء وغيرها وإيجاد هذه الميليشيات وتبنيها الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية هو تكتيك إيراني جديد لتجنب الرد الانتقام الأمريكي ضد مواقع الميليشيات المعروفة وكان عدد من المصالح الأمريكية في العراق التعرض لهجمات مسلحة خلال الأشهر الستة الأخيرة كاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد وحقول نفط تعمل فيها شركات نفطية أمريكية في محافرة البصر أما الولايات المتحدة فقد نشرت أنظمة دفاع جوي لحماية قواعدها العسكرية المنتشرة في العراق من هجمات جديدة محتملة حيث كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن نشر هذه الأنظمة هدفه التصدي لمخططات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق في إشارة واضحة للميليشيات الطائفية وكان تقرير نشرته مجلة كونومست البريطانية في العاشر من هذا الشهر حذر من أن انهيار العراق بات مسألة وقت إذا لم يتخذ القادة السياسي فيه خطوات إصلاحية حازمة بما في ذلك الحد من نفوذ الجماعات الموالية لإيران والتي باتت تعمل وفق رؤيتها الخاصة بل أصبحت إصابات إجرامية وفق المجلة البريطانية وتتوالى المطالبات والدعوات من قبل القوى الشعبية والوطنية العراقية بتفكيك هذه الميليشيات المتهمة بارتكاب الفضاعات والانتهاكات الإنسانية الحقوقية وضرورة سحب السلاح منها ومنعها من تحويل العراق إلى ساحة حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ترجمة نانسي قنقر